المؤسف أنه في أوساطنا يقال أنه لا يجوز التقليد في أصول الدين وفي الاعتقاديات وهذا كلام باطل جزما وإنما مراد الأعلام من قولهم في مقدمة باب الاجتهاد والتقليد أن ذلك التقليد في الفروع لا يصح ماذا في العقائد ما هو التقليد في الفروع وهو أن تقبل قول الغير وتستند إلى قول الغير وإن لم يورثك علما واطمئنانا هذا يكفي في الاعتقاديات أو لا يكفي هذا لا يكفي ما لا يجوز الاستناد إلى الغير في العقائد مطلقة حتى لو أورثنا ماذا حتى لو أورثنا للعلم واليقين هذه قضية التفتوا إليها لنفس سيد الخوي قدس الله نفسه قرأنا عبارته بالأمس الآن مشير إليها نفس السيد الخوي الذي يقول هنا أنه لا إشكال في أنه يمكن الاستناد إلى الغير في العقائد هو أيضا في باب الاشتراك والتقليد قل لا يجوز التقليد في أصول الدين مراد من لا يجوز التقليد يعني ماذا يعني إذا لم يورثك علما ويقينا واطمئنانا وإنما أورثك ظنان أو لم يورثك أي شيء هناك في باب الفروع يكفي حتى لو لم يورثك ماذا العلم حتى لو لم يورثك الظن حتى لو لم يورثك الشك بل كنت ترى الخلاف أيضا قول المجتهد ماذا حجة عالم تقول له أنت هذا اللي تقوله معتقد تقول لا والله ما معتقد ما معتقد تقوله شو نساوي يقول بس بيني وبين الله مرجع تقليدي ده يقول واجب شو نساوي إذا في الأمور العملية التقليد فيها لا يشترط فيه أن يورث المقلدة أي شيء لا علما ولا ظنان بل لو كان شاكا لو كان كذا هذا النحو هل يمكن في العقائد أو لا يمكن الجواب لا يمكن يعني إذا قال عالم متخصص ومجتهد في العقائد قولا وأنت سمعت القول وأورثك علما واطمئنانا هذا حجة أما إذا لم يورثك أطمئنانا فهو ماذا فهو ليس بحجة ولذا عبارة السيد الخوي في التنقيح الجزء الأول صفحة 411 أعزائي كانت واضحة جدا أنا أعيدها لأهميتها يقول إذ المطلوب في الاعتقاديات هو العلم واليقين بلا فرق في ذلك بين أسبابهما وطرقهما بل حصول اليقين من الغير إلى آخري إذن أينما حصل اليقين من قول الغير ولكن مو أي غير كان غير ماذا ها بشرطه وشروطه يعني أهل لأن يقول هذا مو أنه تقول لي أنا والله من نعاق الغراب من الرؤية حصل لي شنو ها العلم